منذ نكبة عام 1948 لم تمر على أرض فلسطين شدة كتلك التي تعيشها فمن بين كل الأحداث الدموية التي عاشها الفلسطينيون خلال 75 عاماً هي عمر الاحتلال الإسرائيلي لدولتهم جاء عام 2023 ليسجل أعلى الإحصائيات التي توضح حجم الإبادة التي يتعرض لها أبناء فلسطين والعنف والدمار الذي تعرض له قطاع غزة أكثر من 22 ألف شهيد ومئة ألف مصاب وسبعة آلاف مفقود خلفهم العدوان الإسرائيلي على غزة وفقاً للجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء دمار غزة وصفته تقارير دولية بالأعنف على مدار التاريخ وتمت مقارنته بمدن تعرضت لقصف خلال الحرب العالمية الثانية حيث تمت مقارنة قصف الحلفاء مدن ألمانيا وتدمير الاحتلال الإسرائيلي لغزة وتبين أن حجم الدمار الذي تعرض له القطاع تجاوز مدن هامبورغ وكولونيا في غضون شهرين فقط أدى قصف الاحتلال إلى استشهاد واحد في المئة من إجمال سكان غزة وبالمقارنة أدى قصف الحلفاء لألمانيا لمقتل نسبة أقل من السكان الألمان على مدار الحرب العالمية الثانية بأكملها تظل مأساة الأطفال في غزة هي الأعمق في جروح الإنسانية فقد سجل الإحصاء الفلسطيني استشهاد ما يقرب من سبعة آلاف طفل فيما أشارت تقارير دولية لأزمة نفسية يعاني منها الأحياء منهم فبالإضافة لفقدان منازلهم وذويهم فإن أصوات القنابل والانفجارات والرصاص المفاجئ الذي لا يعرف موعداً وضع الأطفال في حالة مستمرة من الخوف الدائم والرهبة والقلق في ظل صمت من العديد من دول العالم والتي لا طالما نادت بحقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر